اهلا وصحنا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج خطوات صغيرة يعني ايه شلل دماغي؟ مواصفات المرض يعني ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي لإصابة الطفل بالشلل الدماغي هتشكس المبكر ده مهم جدا 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 في علاج الحالات اللي زي كده برنامج خطوات صغيرة يأتيكم السفت الثانية عشرة والنسبة برعاية اهلا وصحنا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج خطوات صغيرة اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الشلل الدماغي بصورة عامة وقلنا في الحلقة اللي فاتت ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي للمرض الشلل الدماغي وايه اكتر الاسباب اللي ممكن تأثر على الاطفال بشكل عام على مستوى الحركة ايا كان السبب نتيجة اصابة في الجهاز العصبي او اصابة في الجهاز الحركي الجهاز الحرك اللي هو يبنقصد به سواء العظام او العضلات وصلنا ووقفنا في المرة اللي فاتت عند الاعراض وقلنا هنكمل المفروض النهاردة ان شاء الله الاعراض وايه العلامات اللي ممكن تظهر على الاطفال اللي ممكن بيكونوا بيعانوا لأي مشكلة في الجهاز العصر بيتأثر على الحركة بتاعته احنا قلنا ان اي معظم التأثير بيكون في شكل حركة يعني ايه في شكل حركة يعني احنا زي ما هنشوفه النهاردة ان شاء الله ان المخ بيتحكم في معظم وظائف الجسم والمراكز اللي بتتحكم في الحركة مراكز كتير جدا ونسبة انتشارها في المخ قرب 70% من المركز بتتحكم بشكل أساسي في الحركة فعشان كده أي أصابة بتحصل في المخ نتيجة ضمور أو نتيجة أي سبب تاني بتأثر بشكل مباشر على الحركة حتى زي ما هنشرح بعد شوية يعني لو في حاجة ممكن الحركة تتأثر بشكل غير مباشر يعني فيه أطفال ممكن تتأثر مثلا يكونوا زهنيا متأخرين يعني ما عندوش أي مشكلة في المخ كل مركز الحركة سليمة ما فيش أي مشكلة بس الطفل عنده مركز الوعي مثلا متأخر شوية يعني وعيه متأخر عقليا يعني من حتة الوعي فهتلاقي الحركة بتتأثر بشكل غير مباشر لأن عشان خاطر الطفل يبتدي يتحرك بشكل سليم لازم يكون الوعي بالنسبة له موجود أو سليم وبناء عليه هتبتدي الحركة الطفل يبتدي يتعلم بقى إزاي يقعد وإزاي يقف وإزاي يمشي والحاجات دي كلها حتى احنا بنقول في العلاج الطبيعي لما يكون الطفل عنده تأثير على مستوى الوعي دايما بتأثر عليه في التحسن يعني كلما الطفل يكون الادراك والوعي بتاعه كويس كلما يكون التأثر في الحركة أو التحسن بتاعه في الحركة أسرع وأحسن عشان كده زي ما قلنا قبل كده أن لازم يكون البرنامج بتاع الطفل برنامج متكامل يعني ما ينفعش أن حضرتك أو الدكتور اللي بيعالج الحالة يكون مركز على نقطة معينة زي نقطة العلاج الطبيعي اللي هي مختصة بالحركة ويكون الطفل مثلا عنده مشاكل إدراكية أو مشاكل في اللغة أو مشاكل في الكلام أو استخدام الإيدين ومهملينها خالص لأ هنيجي المرحلة معينة لازم الطفل يكون بيتعالج برنامج متكامل يغطيله كل الحاجات دي علشان مثلا أنا نقول على سبيل المثال في أطفال ما بتعرفش تستخدم إيدها أو عندهم الشد الشد مأثر على جسمهم كله ومن ضمن الأجزاء اللي في جسمهم اللي متأثر عليها مثلا الإيدين فتلاقي في مرحلة معينة اللي هي مرحلة مثلا الوقوف والماشي هنبتدي نضطر وإحنا في العلاج في برنامج العلاج بتاعه هنبتدي نضطر أن احنا نستخدم إيدها يعني مثلا أن الطفل عشان نبتدي نعلمه إزاي يقفه إزاي يمشي لازم يمسك إيدها أو يسند بها على حاجة لو إيدها دي فيها مشكلة مش هيعرف يمشي معا أنه ممكن تكون الرجلين كويسة ما فياش مشاكل كبيرة تمنعه أنه هو يتحرر بس هنا هنلاقي تعصير غير مباشر يعني برغم أن الرجلين سليمة وأن المشكلة في إيده بس هنلاقي أن الطفل هو ماشي مش هيعرف يستخدم إيده كويس لأن الإيدين برضو لها وظيفة مهمة في الحركة ممكن زي ما قولنا برضو الوعي يعني الطفل لو مش مدرك كويس زي ما مثلا بنشوف في حالات الأوتزمة أو التوحد الطفل المتوحد ممكن يكون معظم مشاكله مشاكل إدراكية يعني ما بيعرفش يركزه وعنده فرط حركة والحاجات اللي احنا بنشوفها دي كلها في مرض الأوتزمة أو التوحد نيجي نلاقي عنده تأخر حركي مع أنه ممكن تكون مركز الحركة كلها سليمة والعضلات بتاعت جسمه كلها سليمة ما عندهش أي مشكلة بس نلاقي أنه هو بتأخر حركيا ليه لأن الإدراك بتاعه قليل فعشان كده بنقول أنه معظم المشاكل أي مشكلة بتيجي في المخ حتى لو هي بعيدة عن مركز الحركة دايما بتأثر بشكل حتى ولو غير مباشر على الحركة عشان كده بنقول أبرز عرض لأي مشكلة في المخ دايما بتظهر على الحركة طيب احنا شفنا في الحلقات اللي فاتت الجدول اللي احنا قلنا عليه وقلنا لحضراتكم انتوا تسجلوها نشوفوا معنا في أول أول صورة الجدول ده قلنا هو الأساس ما عليش احنا بنعنده كتير بس هو الأساس بتاعنا هو الأساس بتاعنا في أن احنا بنحكم إذا كان الطفل بيتطور بشكل طبيعي ولا في مشكلة في حاجات أساسية زي ما قلنا قبل كده بنركز عليها في قصة الجدول دي مهارات أساسية معينة هي اللي بنركز عليها مش كل الحاجات اللي انتوا شايفينها قدام حضراتكم دي حاجات أساسية لا في حاجات معينة زي ايه زيها هنشوف عند سن شهر مثلا يرفع الزخن عندما يكون نائم على بطنه الموضوع ده موضوع أساسي وممكن نزود عليها كمان عند سن ثلاث شهور ان الطفل بيتدي يتحكم في راسه بشكل أقوى يعني ايه يعني لو جيت حركة عادي لو الأم جات تقعد ابنها على حجرها هتلاقي التحكم في الرأس ظهر بشكل أقوى الرأس ما بتسقطش منه وما بتقعشه منه لا بيبتدي يحرك رأسه يمين وشمال لو حد ندى عليه أو حد لفت نظره بيبتدي يبص عليه بشكل أحسن دي من ضمن المهارات الأساسية اللي هي أول مهارة احنا شايفينه المهارة التانية اللي بعدها اللي بتظهر اللي هي مهارة الجلوس الجلوس تقريبا بيظهر مع بين سن ست شهور لتسعة شهور هنلاقي حضراتكم عند الجدول اللي قدام حضراتكم هنلاقي عند سن تسعة شهور يجلس بدون مساعدة لعدة ثوان دي المهارة التانية الأساسية يعني زي ما قلنا أول حاجة التحكم في الرأس تاني حاجة اللي هو الجلوس بدون مساعدة عند سن تسعة شهور المهارة التالتة اللي بعد كده بعد الجلوس اللي هي الوقوف هنلاقي عند الوقوف تقريبا سنه ما بين عشر شهور لسنة لو جيتوا كده تبصوا على الجدول اللي قدام حضراتكم هتلاقه عند سن 12 شهرا هتلاقه يمشي مستندا على أساس المنزل معنى أنه بدأ يمشي مستندا على أساس المنزل معنى كده أنه الطفل بدأ يقف طول ما هو بدأ يغض خطوات وهو ساند على حاجة بقى معنى كده أنه بدأ يقف دي عند سن 12 شهر اللي هي عند سن سنة تقريب دي المهارة التالتة الأساسية المهارة الرابعة هتلاقوها بدأت تظهر عند سن 13 شهر ممكن تمتد يعني ممكن لأطفال تتأخر لغاية سن سنة ونص هتلاقوها يمشي دون السنة إلى الأشياء عدة خطوات ودي عند ممكن تتأخذ اللي هو مهارة المشي يعني ودي بتظهر ما بين سن سنة لسنة ونص خلاص كده معنا الجدول يبقى احنا قلنا ان دي المهارات الأساسية اللي احنا بنتكلم عليها واحد التحكم في الراس وبيظهر عند سنة ثلاث شهور تقريبا اتنين الجلوس وبيظهر ما بين ست شهور لتسعة شهور تلاتة المشي وبيظهر عند سنة ما بين عشر شهور لسنة اربع المشي وبيظهر ما بين سنة لسنة ونص وزي ما قلنا قبل كده وبنقول تاني يا جماعة محدش يبتدي يعني مش معنى كده مثلا ان الطفل جاب تلاتة شهور ولسه مامشيش لوحده ويبقى كده في مشكلة لا ممكن المشي طبيعي يأخر لغاية سنة ونص احنا بنقول ده المتوسط الارقام اللي احنا بنعرضها لحضراتكم دي او العمر اللي احنا بنعرضه لحضراتكم ده ده المتوسط بتاع التحسن او التطور الحركي ممكن طفل يأخر عن كده شوية وممكن يبقى بدر عن كده شوية لا اللي بيأخر شوية عنده مشكلة ولا اللي بيمشي بدر مثلا عنده مشكلة لا اللي تنقل كلهم طبيعي بس احنا بنقول اخر السن يعني لو اخر عن سن معين بنبتدي ساعتها نبتدي نشوفه ناله ونبتدي ايه ندور ايه المشكلة او ايه سبب التأخر اللي حاصل ده طيب يبقى قولنا اول مشكلة عندنا بتأثر على المخ اول حاجة بتتأثر عندنا اللي هي الحركة وشفنا جدول التطور الحركي تاني حاجة ايه بالنسبة للتأثير او النسبة للأعراض بتاعت مرض الشلال الدماغي الشد ايه هو الشد الشد بمنطقة البساطة احنا عندنا فيه نسبة خلايا في المخ حصل لها نسبة ضمور او حصل لها نسبة تلف او حصل لها ضرر بقى ايه شكل من الاشكال الضرر ده او التلف ده ممكن يكون ليه اسباب كتيرة ممكن يكون ناقص اكسوجين زي ما قلنا في الحلقات اللي قبل كده ايه الاسباب ممكن يكون ناقص اكسوجين ممكن يكون اورام ممكن يكون لقدر الله نزيف ممكن يكون حاجة وراثية ممكن يكون ايا كان السبب لو حصل عندنا اي نسبة ضرر لخلايا المخ بيحصل على طول الشد الشد ده اللي هو ايه بمنطقة البساطة احنا بنصور الجهاز بتاع الاعصاب والعضلات دي بندربها بمثال كده بالكهرباء عشان نقربها لحضراتكم يعني ايه الكهرباء يعني عندنا مثلا اللمبة اللي احنا بنشوفها في بيتنادي عشان تدور بيحصل ايه بيكون في مولد كهرباء بيطلع اشارة كهربية وبيكون في سلك اللي بتمشي في الاشارة بتاعت الكهرباء لغاية ما توصل لللمبة اللي عنده حضرتك في البيت وبعد كده بتبتدي تنور ده بمنطقة البساطة فكرة العمل بتاعت الجهاز العصبي مع العضلات ازاي احنا عندنا العضلة دي عشان تبتدي تتحرك نعتبر ان العضلة دي هي اللمبة ونبتدي نعتبر قلنا المولد بتاع الكهرباء اللي هو المخ والسلك ده اللي هو العصب اللي بيربط ما بين المخ وما بين العضلة وهنشوف الكلام ده بعد شوية في الصور عشان نوضحها أكتر نبتدى نقسمهم كده حتة حتة احنا قلنا ان مولد الكهرباء اللي هو المخ المخ ده المفروض ان هو بيبعت الاشارة الكهرباء بتكون بنسبة معينة المخ ابتدى يبعت اشارة بنسبة معينة المفروض ان الاشارة دي لو زادت عن حد معين او قلت عن حد معين بتبتدى ده تحصل لغبطة في المخ ازاي المفروض ان الحركة تكون زي ما نشايفين كده لها الحركة الطبيعية بتكون الحركة سالسة ومرنة اي مشكلة بتحصل في الاشارة الكهربائية والاشارة العصبية دي بتبتدي الحركة دي منظرها يختال سواء في شكل شد او في شكل ارتخاء يعني ممكن نلاقي الطفل متشنج وتلاقي الطفل كأن جسمه كده بالبلد متخشب ان ام تبتدي تقول ده متخشب جسم بحس انه عامل زي حتة الخشبة كده وهي بتغيره او هي بتأكله او هي بتعمله اي حاجة تحس ان في مقاومة جديدة في الحركة تحس ان الطفل صعب ان هي تبتدي تتعامل مع مشمرن زي الاطفال العدين او العكس تلاقي الطفل مرتخي تماما وما فيش اي مقاومة وتحس ان هو طري كده خالص وما فيش اي مقاومة من اي نوع لأي حركة سواء الصورة دي او الصورة دي الصورات دي غير طبيعية فاحنا في عندنا هنشوف الصورة التانية عندنا اختبار معين بنعمله عشان خاطر نعرف اذا كانت فيه مشكلة ولا لا زي ما انتوا شايفين قدام حضراتكم كده دي صورة الاختبار اللي احنا ممكن نعمله كلنا في البيت علشان خاطر معلش الصور دي ممكن تكون متقررة شوية بس احنا عشان نقود الموضوع بتسلسل زي ما انتوا شايفين كده دي صورة الاختبار الاختبار ده بتعمله عند سن اربع شهور عند سن اربع شهور انا بأكد عند السن اللي انا مهم جدا سن اربع شهور زي ما انتوا شايفين كده الطفل دي صورة الاختبارين ممكن الصورة الأولى أن الطفل يكون متشال بيد واحدة اللي هي منفوق وممكن الصورة اللي تحت بلدش الصورة اللي منفوقة عشان خطر دي ممكن يكون فيها نسبة خطر شوية والناس ممكن ما تعملهاش صحيحة فخلينا في الاختبار اللي تحت عندي سنة أربع شهور بيتمسق بيتنام الطفلة زي ما انتوا شايفين كده وبيبتدي وليه الأمر أو الأم تبتدي تشد ابنها من إيديه وتحاول أن هي تجيبه في وضع الجلوس المفروض عند سنة أربع شهور أن الطفل يبتدي يتحكم في رأسه يعني إيه يتحكم في رأسه يعني المفروض أن الطفل يبتدي يعدل دماغه عشان خاطر يبتدي يقعد ده عند سنة أربع شهور مش قبل كده لو الموضوع ده ما حصلش والطفل ما استجابش للحركة دي يبقى عندنا مشكلة في التحكم في الراسه وبناء على معنا التصالي تليفوني أم عبد الرحمن فضالي لو سمحت يا دكتور معي طفل مولود عند ستة شهور تمام عرضته على مخه أعصاب قال لي عنده العصاب السابع تمام يعنيه الشمال تفتح دائما فاتحه من ساعة ما تولد تمام وبقه لما يجي يتحك يتحك عن ناحي الامين ياخد بقه عن ناحي الامين كده تمام فمش عارفه هو قال لي مخه الأعصاب عرضني قال لي يعرضيه على طبيب علىك طبيع فمش عارفه ليه ينفع ليه علاج طبيعي دي يا دكتور الحالة دي كانت من ساعة ما تولد ولا ظهرت له مرة واحدة والله أنا لحظت فيها ساعة ما تولد العين كانت منفتح لعين الشمال بعد اللحظتها فيه بعد كده بعد لما يبتسهم راح بيجي إياه الدحكة تطلع يعني عن ناحي أيه تمام تمام طب هو أنت بتقولي من ساعة ما تولد هو عنده عشر شهور تقريبا صحك؟ لا ستة شهور دلوقت ستة شهور بدأ يقعد بدأ يقعد ولا لسه ما عادش لا يعني أنا أسنده يعني أنت بتسندي يعني؟ أه طب رأسه بيتحكم فيها كويس؟ أه حلو خالص رأسه كويس خالص يا دكتور طب كويس تمام الحمد لله طيب بص يا محمد الرحمن حركة فيله وتكتبعين عن طريق تليفون بصوا يا جماعة حتة العصب السابع اللي الطفل بيعاني منها ديت لها أسباب كتيرة ممكن تكون حاجة زي ما احنا شفنا كده الطفل بيتولد بيها وممكن حاجة تيجي لأي شخص مش شرط الأطفال لأي شخص حتى لو كان كبير بس هي بتظهر في الأطفال أكتر ليه؟ العصب السابع ده بمطالة البساطة هو عصب بيتحكم في الوجه أو في عضلات الوجه بيتحكم في نص الوجه فيه واحد يمين فيه واحد شمال العصب ده ممكن يحصل له أي التهاب يؤدي إلى الحالة اللي احنا شايفانها دي أعراض العصب السابع مزعجة جدا والناس بتايلة منها بس أهم حاجة احنا بنركز عليها مش الأعراض أهم حاجة أن احنا بنركز على الأسباب معنى إيه؟ أنه ممكن يكون زي ما احنا بنشرح كده من ضمن العلامات اللي احنا بنقولها لو احنا عندنا التهاب أو عندنا نسبة ضمور في خلايا المخ ممكن يكون من ضمن الأعراض من ضمن الأعراض مش هو العراض الأساسي التهاب في العصب السابع أو نسبة دمر في العصب السابع تؤدي إلى الأعلامات اللي احنا شفناها دي ايه اللي ممكن يميز حاجة عن كده ان احنا زي ما احنا سألنا كده بنشوف اذا كان الطفل متأثر على مستوى الحركة عموما يعني الام بتشتكي ان الطفل لسه ما تحسنش في اي حاجة من الحركة يعني لسه ما بيقعدش او لسه ما تحكمش في رأسه كده بنقلق وبنتوقع ان السبب يكون من ضمن المخ يعني يكون السبب جاي من فوق من عند المخ المخ في نسبة ضمور عشان كده مأثر على الجسم عموما ومن ضمن التأثير مأثر على عضلات الوجه لو زي حالة امه عبد الرحمن كده برضو عشان خطر ما تلاقش لو احنا شفنا ان التأثير جاي في عضلات الوجه فقط يعني جاي في عضلات الوجه فقط والجسم كله سليم طبعا الطبيب لازم يتأكد من النقطة دي يعني لازم يتأكد ان الجسم كله سليم مفيش اي علامات مرضية في باقي عضلات الجسم لو لقينا ان العلامات منحصرة فقط في الوجه زي ما احنا شايفين كده بنعرف ان السبب هو التهاب العصب السابع بمنطقة البساطة وبسرعة عشان خاطر ما نخرجش برا الموضوع التهاب العصب السابع ممكن يكون ليها اسباب كتير جدا بس غالبا في الجو البرد اللي احنا شايفينه ده غالبا بنلاقي لفحات الهوى والاطفال طبعا بيظهر في الاطفال كتير لان الاطفال زي ما انتم عارفين بيكونوا حساسين شوية للتقلبات الجوية فلو في لفحة هوى الطفل خدها بمعنى ان هو مثلا كان في مكان ده في شوية وخرج وفي لفحة هوى جات في الوجه بنلاقي ان العصب السابع هو العصب السابع تقريبا بيخرج كده من وراء الودن وبييجي بيغزي العضلات بتاعة الوجه بيغزي عضلات بتاعة العنين وبيغزي العضلات بتاعة الجبهة وبيغزي العضلات بتاعة البق زي ما احنا قلنا في نص يمين وفي نص شماك لو العصب ده التهاب بنلاقي كل العلامات دي بدأت تظهر هنلاقي فيه تأثير في العين هنلاقي ان الطفلة ما بيقدرش يقفل عينيه بشكل كامل يعني لو قلنا له وقفل عينيك هيلاقي عين بتتقفل كويس خالص العين اللي هي العين السليمة والعين المصابة هنلاقيها ما بتقفلش بشكل كامل بيكون مفتوحها جزئيا كده هنلاقي ان البق بدأ فيه جزء النص السليم بدأ يتحكم فيه والنص اللي فيه مشكلة ما بيتحكمش فيه وعشان كده هنلاقي بدأ اللعاب بدأ يسقط منه بدأ ما بينضغش بشكل كويس وهنلاقي المشاكل كلها بتاعت عملية البلع وبتاعت عملية المضغ هنلاقي العينين بدأت تظهر في أول الإصابة منها دموع بتسقط كده لا إراديا وبعد كده العين هتجف ودي من ضمن المشاكل أو من ضمن الحاجات اللي احنا بنخلي بالنا منها المفروض إنه هو بياخد أدوية عشان خاطر تعمله دموع زي دموع صناعية عشان العين ما تصابش بالجفاف وبيديله زي مضادات حيوية علشان خاطر العين ما حصلهاش أي نوع من أنواع الإصابة البكترية طيب ملخص القصة عايزين نعرف العلاج إيه؟ العلاج بمنطقة البساطة زي ما قال لحضرتك الدكتور هو العلاج الطبيعي العلاج الطبيعي دوره إيه في شلل العصب الوجه أو في العصب الوجه العضلات المتأثرة زي ما انت شايفها كده إن البقل اللي ما بيتحركش ده والعين اللي ما بتقفلش هو الجبهة الحاجات دي كلها بتحرك عضلات فلو العضلات دي ما تعالجتش بشكل كويس وما اخدناش بالنا منها العضلات دي بيحصلها نوع من أنواع الضعف ونوع من أنواع الضمور وممكن العضلات دي تبتدي يحصل فيه فرق ما بين النص اليمين بتاع الوجه والنص الشمال علشان كده المفروض إن حضرتك بتبتدي تعملي له جلسات علاج طبيعي لمدة ست شهور وفي خلال الست شهور ديت بيكون الطفل ده على الحد الأقصى يعني في خلال الست شهور ديت المفروض إن الطفل بيرجع لحالة طبيعية لو أخر الطفل لو أخر عن ست شهور في العلاج وما تعالجش وما فيش تحسن ظهر تحسن قوي والحالة خفت بشكل كامل يبقى حضرتك هتبتدي نشوف الأسباب اللي أعمق من كده ممكن يكون السبب أكبر من كده بس إزاي ما قال لحضرتك الدكتور ما تلعيش الحالات دي لها علاج بس أهم حاجة فيها العلاج المبكر علشان خاطر العضلات اللي ممكن ما يكونش وصل لها اللي فيها مشكلة في الالتهاب بتاعة العصاب بتاعتها لو ما تحركتش بشكل طبيعي وبشكل سليم ممكن العضلات دي يحصل فيها نوع من أنواع الضمور والتلايف وتبتدي تحصل مشاكل عندنا مزمنة فعشان كده زي ما قال لحك ممكن تتعالج عادي جدا ما فاش مشكلة بس الجلسات تكون سريعة ما تكونش يعني ما تستنيش عليها عايزة سرعة شوية في العلاج علشان خاطرنا تلافق الأضرار اللي ممكن تحصل بعد كده طيب نرجع لموضوعنا تاني احنا قلنا قصة الشد وزي ما قلنا نشوف الصورة التانية معنا اللي احنا كنا بنشوفها كده احنا قلنا ان الاختبار الصورة التانية اللي احنا كنا بنشوفها من شوي احنا قلنا ان احنا بنعمل اختبار علشان خاطر نشوف اذا كان الطفل بيعاني من مشكلة ولا لا وقلنا ان عمر الطفل زي ما انتم شاهفين كده الصورة اللي قدامكم قلنا عمر الاختبار ده عند سن اربع شهور ام بتبتدي تسحب طفلها من عند اليدين وبنشوف الراس إذا بدأ الطفل يتحكم في راسه كويس يبقى الاختبار ده إن شاء الله سليم والطفل مفوش مشكلة لو الطفل عنده أربع شهور ما صلبش راسه كويس وبدأ يتحكم في راسه بشكل كويس يبقى غالبا عندنا مشكلة ونبتدي نعمل التحاليل بتاعتنا والأشعة بتاعتنا علشان خاطر نشوف إذا كان الطفل عنده مشكلة في خلايا المخ ولا لا طيب نرجع تاني لموضوعنا وقلنا إن الشلل أو الشد ليه علامات كتير الشد زي ما قلنا إن لو حصل نسبة ضمور أو نسبة خلل أو خلل في خلايا المخ بتبتدي تظهر في صورة تشنجات أو العضلات بتكون مجدودة بشكل مش طبيعي وتبتدي تظهر علامات الطفل زي ما قلنا إن هو متخشب طيب الصورة دي شكلها إيه؟ هنشوف الصورة اللي بعد كده اللي هي صورة رقم 3 الصورة دي هنوضح أنواع والتوزيع بتاعة الشد زي ما أنتوا شايفين كده وضام حضراتكم إحنا مرحلة اللي فاتت وقفنا عند الصورة دي زي ما أنتوا شايفين كده دي 3 صور و 3 أطفال و 3 صور مختلفة للشد كل طفل هتلاقي إن هو عنده أجزاء مختلفة من جسمه بتتأثر عن الطفل التاني يعني إيه؟ يعني هنلاقي إن الطفل اللي على آخر ديكم الشمال هنلاقي إن الشد واغض نص الجسم زي ما أنتوا شايفين كده سواء يمين أو شمال ده معنى إيه؟ معنى إن الإصابة ظهرة في نص المخ يمين أو شمال يعني مش واغض المخ كل واغض جزء معين أو نص مخ معين على فكرة بالمناسبة إن الصورة بتاعت ofereحنا شايفينها إيه؟ آخر صورة من على الشمال دي دي غالباً اللي بيظهر معها الشلل الوجهي اللي كانت بتتكلم عليه من شوية ده لو السبب من المخ ده لو السبب من المخ طيب زي ما أنتوا شايفين كده الصورة اللي جنبها هنلاقي إن الشد اللي عندنا الإجزاء اللي متضلالة بالرمادي دي هي الإجزاء المصابة هنلاقي الصورة اللي في النص هنلاقي إن الطفل مصاب أو الشد جايل له في الجزء اللي تحت اللي هي الرجلين هنلاقي ان الجسم كله من فوق سليم سواء اليدين او الجزع مفهوش نسبة شد كبيرة وهنلاقي ان هو بتحرك بشكل شبه طبيعي هنلاقي ان الشد ظاهر اكتر في الجزء السفلي هنلاقي الصورة اللي بعدها اللي هي الشمال اخر صورة على يمين اصد هنلاقي ان اربع اطراف متأثرين هنلاقي ان التأثير ظاهر في الرجلين وهنلاقي التأثير كمان واغد معا اليدين اللي فوق ده صور مختلفة للشد ده شلال نصفي سواء نصفي طولي او شلال نصفي سفلي مأثر على الرجلين زي ما شفنا او الشلال الرباعي اللي هو مأثر على الاربع اطراف طيب طبعا يعني زي ما ان شايفين كده ان طالما الاعراض مختلفة وصور توزيع الشد مختلفة يبقى لعلاج مختلف ويبقى التحسن مختلف ويبقى تطور كل طفل مختلف عن التاني وده بيجاوب على سؤال بيتجلنا كتير جدا يا ترى هو كل الاطفال زي بعض او مثلا تلاقي في العيادة عندك كزا طفل فيتيجي ولي الامر يقولك اشمعنا فلان بيتحسن وانا ابن ما بيتحسنش زيه يا جماعة العلاج الطبيعي هو حاجة دواء او هو العلاج زيه زيه علاج تاني الاستجابة ليه بتعتمد على حاجات كتيرة مفيش حالتين زي بعض في الشلال الدماغي احنا عندنا المخ زي ما احنا قلنا بيتحكم في كل وظائف الجسم تقريبا فعلى حسب نسبة الدمور دي قد ايه على حسب نسبة الوعي والادراك زي ما قلنا من شوية ان هي بتأثر على الاطفال لو عندنا الوعي والادراك مختلف من طفل لطفل هنلاقي التأثير اختلف لو هنلاقي عندنا ان فيه نسب اصابة او عندنا تأثير على العظام او على المفاصل هنلاقي التأثير اختلف فما فيش طفل زي التاني ما تقرنوش في الشلل الدماغي والعلاج الطبيعي طفل بالتاني كل طفل على حسب المشاكل اللي عنده وكل طفل على حسب وعيه وكل طفل على حسب العلاج اللي بيتلقاه طبعا زي ما قلنا ان العلاج المكسف غير العلاج الطبيعي العادي زي ما قلنا في الحلقة اللي قبل كده العلاج المكسف اتعمل علشان خاطر يقوي الاستجابة ويصرعها ويحاول ان هو يحسن الطفل وبيغطي معظم الحاجات اللي بيعاني منها الطفل على عكس العلاجة الطبيعة التقليدي العادي طبعا الأطفال ما بتستجبش ليه بشكل كبير لأنه طبعا ما بيغطيش كل حاجة فعشان كده بنقول أن كل حالة غير التانية زي ما احنا شفنا من شوية دي صور التوزيع الشد مختلفة يعني هنلاقي التأثير يا إما بالطول يا إما واغد الرجلين يا إما واغد الأربع أطراف ده شلل السنائي وده شلل الرباعي طبيعي أن ده غير ده غير ده طبعا الرباعي هو أسواقهم السنائي بيكون متحسن شوية عن كده لكن اللي احنا عايزين نقوله في النقطة دي أن كل الحالات بتتحسن يعني ما فيش دكتور يقولك مثلا إيه ابنك ما بتحسنش ليه لا أصل حالته متأخرة لا كل الحالات بتتحسن يعني نقدر نقول أن 90% من الحالات تقريبا بتوصل لمرحلة أن الطفل يقعد لوحده ده أضعف حاجة نحنا بنقبل بيه أن الأطفال حاليا بالتقنيات الحديثة اللي موجودة في العلاج الطبيعي وبالعلاج الطبيعي المكسف الأطفال أقل حاجة لأن الطفل يوصل له له مرحلة أنه ما يقعد لو طفل ما قعدش يبقى المشكلة غالبا في العلاج حتة المشي والوقوف نتفق ونختلف فيها يعني فيه أطفال فعلا ربنا بيسهل لها وبتبتدي توقف وتمشي وفيه أطفال ما بتقدرش توصل للمرحلة دي ليه؟ لأن الوقوف والمشي محتاج إمكانيات أكبر شوية من الأعاد يعني الأعاد زي ما هتلاحظوا أن الطفل وهو قعد مطلوب بس يتحكم أنه يقف جزعه اللي فوق اللي هو حتة الجزع والراس لما عشان الطفل يبتدي يقف ويمشي لازم يتحكم في الجزع والراس والرجلين وزي ما قلنا كمان حتى لو الإيدين فيهم مشكلة كبيرة بتبتدي تأثر علينا على المشي فزي ما نشايفين كده حاجات كتير المفروض تكون موجودة في الأطفال عشان خطر يوصل للمرحلة يقف والمشي لو فيه حاجة من الحاجات دي نعصى غالبا الطفل ما بيقدرش يقف ويمشي الواحد فعشان كده بنقول إن مفيش ناس تقارن حالة بحالة لأ كل حالة يا جماعة والتحسن بتاعها بيختلف عن التانية على حسب المشكلة الأساسية وعلى حسب نوع العلاج وعلى حسب المشاكل المصاحبة لمرض الشلل الدماغي زي ما هنشرح بعد شوي طيب إحنا قلنا الشد وقلنا إيه أنواع بتاعة العلاج الشلل الدماغي وقلنا إيه أنواع بتاعة معنا تساق تليفوني أبو إسمعالي تفضلي أيوة أعلم تفضلي السلام عليكم الدكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا عندي اسمعالي ألو تعالوا معايك حالة تفضلي ما أنا عندي اسمعين متأخر في النمو التام تمام وعنده قد إيه عندي الوقت سنة وشهرين متأخر في النمو في شكل إيه يعني أنا متابع منه دكتور أطفال تمام ومتابع روحة مخ وأعصاب تمام ومتابع روحة اللي بتاعه وزن برضو وعمل إشعاعات مخبعية وإشعاعات رانين المخ تمام وكل اللي أعملها سيقول لي ما فيش عازة يعني هو عنده سنة وشهرين انت بتقولي أه ولا بيقعد ولا بيتكلم ولا بيمشي طيب ولا بيقعد في يعني تمام الحركة بتاعته حركة جسم تحس إن فيها ذا حلو نعم حلو حلو بمعنى إيه يعني أنت بتقول لي سمع عادش يعني لو هو نايم هيحرك ديه هيحرك ديه هيبص على الراس بس الانتباه عنده ما فيش بتجله بتجله نوب التشنوجات يا ما بتجله تشنوجات نعم تشنوجات تشنوجات تحس إن هو بتعص جسمه بتشدك لا 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 بيش حاجة عملت له رسم الكهرباء لا طيب بصي حركة تفضلي وإحنا نتكلمك عن طريق التلفور عن طريق التلفزيون بصي الحالات زي ما انت بتقوله كده سن سنة وشهرين سن سنة وشهرين زي ما قلنا من شوية أن الطفل المفروض يكون وصل لمرحلة الوقوف وبدأ كمان يمشي يعني بدأ يغط قطوات أو بدأ يسند على حاجة ويمشي أن احنا عملنا أشعة مقطعية وأشعة ترانينو ملاقناش حاجة طيب مش كل حاجة تأثر على المخة هتظهر في الأشعة بمعنى إيه الأشعة إحنا بنعملها يعني مش اعتماد أساسي بالنسبة لنا أن احنا نعتمد عليها في التشخيص إحنا الأهم بالنسبة لنا هو الأعراض بمعنى إيه أن الطفل علشان خاطر نعرف إذا كانت عنده مشكلة ولا لا بنرائب الحركة بتاعته لو لقينا أن الحركة فيها تأثير كبير بالشكل اللي احنا شايفينه أن الطفل اللي وصل لغاية سنة وشهرين ولسه ما عادش يبقى أكيد عنده مشكلة مأثرة على الحركة المفروض أن حضرتك هتودي الدكتور يبتدي يقيمه حركيا وأن يبتدي نستبعد الأسباب بمعنى إيه يعني إحنا هنمشي مع حالة ابن حريك بالعكس يعني هنشوف مثلا هو ما بيتحركش طيب هنتوقع أن السبب في المخ اتأكدنا أن السبب اللي في المخ وطبعا ليه علامات يعني الشد ديات حاجة المفروض أن الدكتور يبتدي يكشف عليها لو لا أنه عنده نسبة شد يبقى غالبا بنسبة 90% لأن الإصابة في المخ المفروض أن الدكتور يقول لحضرتك كده حضرتك ممكن تودي الدكتور علىك طبيعي يبتدي يقيمه حركيا يعني إيه يعني يشوف الحركة بتاعت أقبارها يشوف درجة الشد لو هي موجودة نسبتها قد إيه لو ما عنده الشد يبتدي يفحص المفاصل بتاعته والجهاز الحركي بتاعه سواء العضلات أو العظام أو المفاصل علشان لو فيها مشكلة نبتدي نستبعد المخ ونبتدي نركز على العضلات والمفاصل اللي تحت فمعنا أن اللي أنا عايز أقوله لحضرتك إن سنة وشهرين ولسه ما عادش يبقى أنت ابن حضرتك بيعاني من مشكلة ما فيش حاجة اسمها طبيعي وسليم اللي بيقولك كده يبقى بيأخرك وخليك ما بتبديش بالعلاج لازم حضرتك تودي الدكتوري عليك طبيعي قيمه حركة علامات الشد وبناء عليه نبتدي ناخد القرار إنما اللي أنا أبقى كده الحركة إن سنة وشهرين لازم الطفل يكون على الأقل قعد وبدأ يوقف يعني سنة وشهرين الطفل لسه ما وقفش لسه ما وقفش وبدأ يشد في حاجة ولسه ما عادش يبقى غالبا عندنا مشكلة الأهم بقى أن أنت تبتدي في العلاج أو أنت تدوري على السبب بشكل سريع لأن كل الطفل زي ما شرحنا في الحلقات اللي قبل كده كل ما الطفل بيتأخر إنه ما بيتحركش عدم الحركة ده ليه أثار جانبية هتلاقي العضلات بدأت تضعف هتلاقي الجسم بدأت يشد هتلاقي العضلات بدأت تأسر هنبتدي نحتاج لجراحة ممكن لقدر الله يحصل خلع أو حاجة نحتاج لجراحة تانية فإحنا عايزين نقلل للحاجات دي كلها إن إحنا نبتدي ندور على السبب سريعا ونبتدي نبتدي العلاج بشكل سريع وبشكل فعال علشان خاطر نتلافع إلى أثار الجانبية زي ما تحكي توديل دكتور العلاج طبيعي يقيمه ويعمله ملف كامل كده ويشوف الطفل من شعر رأسه لغاية صابعة لإيه المشاكل بتاعته في شكل حركة سواء شد أو مفاصل أو مخ أو أي حاجة وبناء عليه نبتدي نعمل العلاج بتاعنا ونبتدي نشوف الاتجاه الصحيح للعلاج إيه طيب نرجع تاني للشلل الدماغي وإحنا بنتكلم عن عراض الشلل الدماغي نشوف الصورة الرابعة معنا هنشوف إيه توزيعة الشد وإيه شكل الحالات زي ما انتوا شايفين كده دي الأشكال بتاعة الأطفال اللي عندهم مشكلة على مستوى الحركة هتلاقوا أن زي ما احنا قلنا من شوية أن كل طفل غير التاني هنلاقي الصورة المنفوقة على الشمال اللي هي الحركة أو الاختبار اللي احنا كنا بنقوله من شوية الصورة اللي جنبها دي هي الصورة الصورة التانية دي هنلاقي أن الطفل نايم دايما على ظهره هنلاقي أن الأربع أطراف فيه واخدى وضعي مش طبيعي المفروض أن الطفل الطبيعي هو نايم في الوضع ده بيبتدي يتقلب ويبتدي الإيدين والرجلين بتتحرك بشكل طبيعي ويبتدي أن الرجلين تكون مفرودة والإيدين تكون مفرودة جنبه زي ما انتوا شايفين كده هتلاقوا الحركة زي ما تكون خشنة شوية يعني ايه خشنة أنا حاول أبسط لكم الألفاز عشان خاطر تكونوا فهمين الكلام شكله ايه الطفل هو نايم مفروض أن انتوا تلاحظوا حركات الأطراف شكلها ايه لو حركات الأطراف فيها خشونة شوية وفيها متقطعة كده ومنشنيجة يبقى غالبا الطفل عنده مشكلة هنلاقي الصورة اللي جنبها على طول اللي هي آخر صورة على اليمين من فوق الطفل هو قاعد هنلاقي أن الرجلين زي ما انشايفين كده مضمومين على بعض وهنلاقي أن الرجل ضم ملفوفة الجوة والطفل زي ما احنا بنقول من شوية أن الطفل الحركة بتاعته مش نعمة مش طبيعية فيها تقطيع معينة أو فيها خشونة معينة هننزل للصف اللي تحت هنلاقي الأطفال دي بتمشي اللي من فوق الصور اللي من فوق اللي احنا شايفينها دي دي أقل صور للتحسن يعني آخر الصورة اللي احنا شايفينه الطفل اللي قاعد اللي هي آخر صورة على اليمين من فوق ده أقل شكل من أشكال التحسن يعني أي طفل عنده مشكلة في الحركة أقل مرحلة يوصلها الأعاد لو الطفل ما وصلش للمرحلة دي يبقى المشكلة في العلاج المشكلة مش في الطفل لأن أي طفل مهما كانت مشاكله وبيوصل لمرحلته أنه هو يععد بالعلاج الطبيعي المكسف الحديث العلاج القديم آه ممكن يقول الطفل ما وصلش للمرحلة لأنه العلاج الطبيعي المكسف بأقل طفل اللي بيتحسن بيوصل للمرحلة اللي انتو شايفينها اللي هي مرحلة الجلوس دي ننزل تحت دي غالبا بتبقى شكل الإصابة اللي احنا شفناها من شوية اللي هي بتأثر على الرجلين بس أو الطرفين للسفلين فقط هنلاقي ان الأطفال زي ما انتو شايفين كده وضع الرجلين مش جنبه بعده أو مش مزبوط هنلاقي ان في رجل مرفوعة زي الصورة اللي من تحت في النص اللي انتو شايفينها دي هنلاقي ان الطفل واقف في رجل تواقف على تراتيف سوابعه هنلاقي الصورة اللي جنبها ان الطفل واقف زي ما انتو شايفين كده وضع الرجلين مش مزبوط واغد لفة معينة كده وواقف على عكاز أو الطفل زي ما انتو شايفين كده الصورة من تحت على الشمال اللي هي الطفل اللي بيستشيرت احمر دي هنلاقي ان الطفل بدأ يمشي بس المشي شكلها مش طبيعي المشي فيها شوية مشاكل وفيها شوية دروخة كده ومش مزبوطة والقصة واضحة ان في مشكلة في الحركة والحركة زي ما قلنا من شوية ان هي مش نعم الصور اللي احنا شفناها دي دي شكل الاعراض بتاعت الشلال الدماغي يعني اي طفل بيكون عنده مشكلة من المشاكل دي بيكون ده غالبا عنده شد او جاي عنده مشكلة ضمور في خلايا المخ كل المشاكل احب طب من الحالكم ليه ان كل المشاكل اللي احنا شايفينها دي كلها لها علاج وكلها لها خطة علاجة معينة وبنقدر نتغلب عليه طبعا نسبة الشفاء ما زي ما احنا قولنا من شوية مش نسبة واحدة في كل الاطفال على حسب درجة الشد وعلى حسب درجة الضمور اللي حصلة وعلى حسب العلاج شكله ايه بيكون نسبة التحسن وعمر الطفل برضو بيفرق معانا والعقلية بتاعت الطفل سواء الطفل كان ادراكه كويس ولا ضعيف الحاجات دي كلها بتأثر علينا في التحسن بتاع الاطفال وبتأثر طبيعا على النتيجة النهائية للعلاج طيب ايه الاشكال التانية للتأثر يعني احنا عندنا مخ زي ما احنا قولنا حصل في ضرر وحصل في نسبة ضمور يا طرق التأثير بس بيكون في شكل حركة زي ما احنا شفنا من شوية كده لا فيه اشكال تانية كتيرة للتأثر مش شرط حركة بس ممكن نلاقي ان الطفل متأخر في الكلام ممكن نلاقي ان الطفل بيعاني من استخدام الايدين ممكن يكون الطفل عنده تأخر عقلي يعني ايه تأخر عقلي يعني الطفل مش مدرك او مش واعي او بيتحرك حركات مش طبيعية او مش سليمة او عنده نشاط زايد ممكن نلاقي 80% من الحالات دي بتعاني من الصرع او الكهرباء الزيادة يعني لقي الطفل بيتشنك كده وبتجيله زي نباط صرع وتلاقي الطفل الامهات كاتكش بتلاقي الطفل بتقولك بيفز كده او بيسرح او منلاقي حاجة لمدة 3-4 ثواني ايه الفرق ما بين الصرع وما بين الشد الصرع هو موجات كهربائية احنا قلنا ان الشد ان الخلايا اللي حصل في نسبة ضمور دي بتبعت اشارات زايدة للعضلات بتخلي الحركة متشنجة الصرع ده بقى عبارة عن نشاط زايد للمخ عموما يعني مش شرط ان كل طفل عنده شلال دماغي يكون عنده صرع وفيه اطفال بيكون طبعيين ما عندهمش تأثير في الحركة بس بيعانوا من حياتة الصرع او الكهرباء الزيادة بنلاقي ان المخ بشكل عام بيبعت نشاط زايد بنلاقي ان المخ عموما كل خلايا سواء المصابة او سواء السليمة فيها نشاط وكهرباء زيادة 80% من حالات الشلال الدماغي بيكون عندهم مشكلة الصرع طبعا لان احنا عندنا مشكلة اساسا في المخ احنا بنقول ان الصرع ممكن يظهر في المخ الطبيعي ما بالك بقى ان المخ فيه مشكلة اساسا وفيه نسبة خلايا حصل فيها نسبة ضمور طيب لان احب اطمن حضرتكم به ان الصرع ده بيخف زي وزي الان في الونز يعني بياخد ادوية وبيخف طيب مش معنى ان هو عم في الونزة هيخف مثلا في 3 ا4 ايام او في اسبوع لا الصرع مشكلة ان هو بياخد وقت طويل يعني مثلا ممكن يوصل لسنة ونص وسنتين لغاية الطفل ما يبتدي يتخلص من الصرع بشكل نهائي ويخف طيب ايه العلاج بتاع الصرع الادوية وده دور المخ والاعصاب الناس كتيرا بتبتلت تسأل وتقولوا المخ والاعصاب ايه دوره في العلاج الطبيعي ويه الفرقة بينه يا جماعة الشرر الدماغي او ايه مشكلة في الحركه العلاج الاساسي بتاعها هو العلاج الطبيعي العلاج الطبيعي هو رقم واحد هو اللي يفرق معي هو اللي تبتدي تركز عليه بشكل كبير المخ والاعصاب بيبتدي طبعا تخصص مهم بس مش هو العلاج يعني المرض شرر الدماغي ده او ايه مشكلة بتأصل على الحركة ايه كان سببها مش حخف بد Argh يعني ما تتوقعش انه دكتور المخ والاعصاب هيكتب لك د linearly هيخف في الطفل لا هو الطفل عنده مشكلة في الحركة فعلاجه علاج طبيعي العلاج الطبيعي بالنسبة له هو العلاج هو الدواء بتاع الحركة بالبلد كده يعني الدواء بتاع الحركة ما بيخفش ببرشام وشرب والحاجات لا الدواء بتاع الحركة هو العلاج الطبيعي المخ والعصاب فايدته ايه معانا في الامراض اللي زي كده ان هو تخصص مساعد ان هو بيساعد الطفل في العلاج الطبيعي يعني ايه يعني الطفل بيعاني مثلا من صرع زي ما احنا قلنا كده ده بيدي له أدوية معينة أنها تبتدي تقلل له الكهرباء يبتدي يدي له فيتامينات وحاجات معينة عشان خاطر تساعد العصاب يبتدي يدي له حاجات تنبه واتنشط المخ علشان استجابة الطفل تبقى أحسن وأسرع فهو في الأمراض دي اللي بتأثر على الحركة المخ والعصاب هو تخصص مساعد مش هو العلاج الأساسي وده كثرة المخ والعصاب عشان المخ والعصاب بيقوله الكلام ده ما تتوقعش أن المريض أولي الأمر ما تتوقعش أن ابنه اللي عنده مشكلة في الحركة هياخد برشامة ويخف لا أي مشكلة في الحركة هو العلاج الطبيعي هو الأساسي بتاعها طيب عندنا مشاكل في العظام بنلاقي نسبة كبيرة جدا زي ما احنا شفنا من شوية في الصور أي مشكلة بتأثر على الحركة بنلاقي المفاصل والأطراف ما بتقودش أوضاع طبيعية وبناء على ليه بيحصل تشوهات في المفاصل وبناء على ليه بيحصل شد في العضلات وبناء على ليه العضلات دي ممكن تبدأ تأثر وهنعمل حلقة مخصصة فقط للمشاكل بتاعة العظام علشان خطر نستعرض المشاكل بتاعة العظام دايما بنقول أن احنا عشان خطر نتفادى كل المشاكل اللي احنا بنتكلم عليها سواء كانت مشاكل العظام أو الصرع أو الحاجات دي كلها كل ما كان العلاج بدري كل ما بنتلافى الحاجات دي يعني عشان كده بنقول يا جماعة يا ريت نكتشف وعملين نقول الاختبارات اللي ممكن تتعامل بدري وشكل الحركة ايه وجدوى للتطور الحركة ايه علشان خطر نبتدي نكتشف الحالات دي بدري لأنه كل ما كان الاكتشاف للحالات دي مبكرا كل ما كان العلاج أحسن وأسرع ونقدر نوضع خطة علاج سليمة لكل الأطفال دي العلاج بتاعة الدمور المخ حاجتين زي ما احنا قولنا من شوية الدواء والعلاج الطبيعي العلاج الطبيعي رقم واحد لأنه هو المختص بعلاج مشاكل الحركة يعني أي مشكلة عندنا على مستوى الحركة هو علاجها علاج طبيعي الدواء معانا هو حاجة مساعدة وبشدد على النقطة دي تاني هو حاجة مساعدة مش حاجة أساسية ما نعودش ندور إيه الدواء اللي بياخده وينقرر ما بين الرشدة دي والرشدة دي طب ده بياخد جماعة مش هيدا النقطة خالص النقطة اللي تركزوا عليها هو تحسن الطفل على مستوى الحركة ممكن يكون الدواء عبقري بس طول ما العلاج الطبيعي ضعيف الطفل مش هيتحسن لأنه هو العلاج الأساس ما ينفعش أن أنت تهتمي بالذكرات مثلا للشاعة بتاعتك والأساس بتاعك تعبان ده اللي احنا بنقول عليه العلاج الطبيعي هو الأساس بتاع الحالات دي هو اللي بيعالج الحالات دي هو إن شاء الله بعد يزن ربنا اللي بيوصلها لمرحلة التحسن وأنها تتحرك بشكل طبيعي وبشكل سليم إنما نركز على الدواء ونبتدي نهمل في العلاج الطبيعي ونبتدي بقى نجري وراء الدواء الدواء مش علاج وما فيش برشامة عشان توافهمين ما فيش برشامة الطفل هي غدهف بالنسبة للأمراض اللي بتأثر على الحركة هتخفف الطفل لا الأمراض دي محتاجة شوية وقت ومحتاجة صبر ومحتاجة مجهود ومحتاجة خطة علاجية سليمة ومتابعة مستمرة علشان خاطر نبتدي نوصل لنتائج كويسة ونبتدي نعالج العراض الكتيرة للأمراض دي كلامنا عن الأمراض اللي بتأثر الحركة طبعا عمره ما هي انتهي وإن شاء الله هنتكلم عن تفاصيل أكتر في الحلقات اللي جاية بعد كده أتمنى أن حلقكم تكونوا استفدتم معنا النهاردة وإلى لقاءة في حلقات قدما إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى